اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد علي افضل الصلاة والسلام فيديو جديد ووصفة جديدة بس مش بتاعتي والله مشان اللي عملها هنا زي ما انتم شايفين كده الوصفة بعد ما خلصت هي بالشكل ده وهقول لكم كوناتها دلوقتي معانا هنا زعتر حوالي معلقتين كبار زعتر معلقتين روزماري كبار معلقتين قرنفل معلقة حبة البركة وكمان معلقة حوالي معلقتين برضو حلبة حصل ومعانا هنا زيت الزتون وزيت الزتون يكون اصلي نضيف يعني هيكب هنا زيت الزتون وهو تقريبا كب الاززة كلها يعني حوالي اللي هي روبع كيلو اه بالشكل ده يعني هيكب شوية شوية حد ما يكبها كلها وهيحط عليها المكونات واحدة واحدة برضو اهو زيت الزتون هينزل كده بالقرنفل وكمان حبة البركة اللي هي الحبة السوداء وكمان معلقتين حلبة حصل وهنا الروزماري كان كتير شوية تقريبا حوالي 3 معالق كبار او 4 حتى يعني حط كمية كبيرة اهو بالشكل ده وكمان هيحط الزعتر ها هو يعني بيقول الوصفة ديتي بتتقل الشعر وبتطوله وصفة يعني ايه كويسة ومضمونة ان شاء الله باذن الله يعني كلها حاجات طبيعية مفيش فيها مواد صناعية ولا فيها حاجة يعني حتى لو يعني لو ما طولتش الشعر وتقلت ومش هتضر ايه بالشكل ده هيقلبها كده وهتحتاج زيت هيكب بقيت الزيت تاني الحاجات دي يعني هي مفيدة كلها مفيدة وفيها يعني هتبقى زيود طبيعية مفيش فيها حاجة مضرة ولا حاجة يعني الواحد يستعملها وهو متطمن ان شاء الله يعني خلص كده الخلطة وهيقفل بقى العلبة او البرطمان اللي حط فيها ايا كان بقى وهيسيبها بيقولك يسيبها حوالي اسبوعين تلاتة بتايقل تلات اسابيع عشرين يوم اهي بالشكل ده وبعد كده بعد ما يطلحها هي يصفيها بشاش او حاجة يعني خفيفة يصفيها ياخد بس الزيت يستعمل بس الزيت تمام تعملي بها حمام زيت بقى وتدلكي بها الشعر وتمشي رجالي وحريم وهيقولك كمان في حاجة كده اهي جابها الشعر خفيف يعني ديت بتفتح المسام اللي هي يعني زي عجلة كده فيها سنان صغيرة بيتمشي على الشعر الشعر الخفيف طبعا اهي بالشكل ده وبعد كده هي اه يدهن بالزيت يعني بعد ما يخلص بالمكانة دي اهي بالشكل ده اه زي ما وضح يعني ان هي بتتعمل على الشعر وبعد كده هي اه يدلكها بالزيت بيقول بتفتح مسام الشعر وبيدلكها بالزيت دي الوصفة بعد ما خلصت وكمان بيقول لك اه بيقول يعني ان هو هيحطها حطها في شنطة كده يعني حاجة غمقة ان هي ما تتعرضش للضوء لمدة العشرين يوم دول دي كانت الوصفة اهي بالشكل ده وكمان اه يعني حطها وكمرها بقول ان هيات الكمر وتحط في مكان يعني دافي بعيد عن الضوء تمام دي كانت الوصفة يارب تعجبكم ونشوفكم دايما على خير وسلام عليكم شكرا